القانون الثاني للديناميكا الحرارية ينص على أن الإنتروبي المحتوى الحراري دائماً يزداد لذا التغير في الإنتروبي عندما تمر في أي عملية دائماً سيكون أعلى أو يساوي صفر ورأينا في الفيديو السابق أنه له عدة تطبيقات بغض النظر عن كيفية تعريف الإنتروبي إذا كنت تعرف الإنتروبي على أنه يساوي ثابت ضرب الليغريثم لعدد الحالات التي يأخذها النظام أو إذا كنت تعرفه على أنه أتغير للإنتروبي يساوي الحرارة المضافة إلى النظام مقسومة على درجة الحرارة التي تم عندها الإضافة إذن هذه الأنواع جنباً إلى جنب مع القانون الثاني لديناميكا الحرارية وينوس عندما يكون لديك جسم ساخن بجانب جسم بارد نفرض أن هذه هي T1 هذه هي T1 ومن ثم لدينا T2 هنا الحرارة سوف تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد ورأينا هذا حسابياً في الفيديو السابق الحرارة سوف تتطفق في هذا الاتجاه واحد من المعلقين على الفيديو السابق قال هل يمكنك أن تتحدث عن عفريت ماكسويل؟ وسوف أقوم بهذا لأنها تجربة فكرية مهمة التي تبدو أنها تتحدى هذا المبدأ أنها تتحدى القانون الثاني لديناميكا الحرارية ولها اسمه محير وهو ماكسويل ديمين عفريت ماكسويل على ما يبدو على الرغم من أنه لم يكن ماكسويل الذي أطلق عليها عفريت وقد كان كيلفين كل هؤلاء الأشخاص سوف يتدخلوا في كل شيء إذن عفريت ماكسويل ماكسويل ديمين وهو نفسه ماكسويل المشهور في معادلة ماكسويل واضح أنه تعامل مع الكثير من الأشياء وهو أول شخص اخترع اخترع صورة الملونة وهذا في متصف 1800 إذن في كل الأنحاء هناك شخص احد إلى حد ما لكن ما هو عفريت ماكسويل؟ عندما تقول شيء له درجة حرارة أكثر من شيء آخر ماذا يعني هذا؟ نعني أن معادل أطاق الحركية لجزيئات المتصادمة في الأنحاء هنا هذا معادل أطاق الحركية للجزيئات هنا أعلى من معادل أطاق الحركية للجزيئات هنا لاحظ قلت معادل أطاق الحركية وسنتحدث عن هذا عدة مرات الحرارة هي حالة كلية ونعلم هذا على المستوى الجزائي كل هذه الجزائيات لها سرعات مختلفة إنها تصطدم ببعضها وتنقل الزخام لبعضها البعض وقد يكون هذا الجزائي هنا ويسير بسرعة في هذا الاتجاه وقد يكون هذا الجزائي يسير بسرعة بطيئة وقد يكون هذا الجزائي يسير بسرعة كبيرة جدا هكذا وقد يكون الجزائي هذا يسير ببطء شديد فهي مجرد خليط من الأشياء ويمكن رسم التوزيع إذا كنت تعرف الحالات الجزائية لكل شيء يمكن رسم الرسم البياني لها ويمكن القول بالنسبة إلى T1 لنفرض هذا هذا هو مقياس كيلفين ويمكن القول معدل درجات الحرارة هنا لكن لدي التوزيع الكامل لكل الجزائمات وأريد وضع مقياس هنا ستصلك الفكرة إذن لدي العديد من الجزائمات وهي عند T1 وبعض الجزائمات التي قد تكون قريبة أقصد أنها قد تكون قريبة من الصفر ومن ثم لديك العديد منها عند T1 العديد من الجزائمات التي يكون لها طاقة حركية أعلى من T1 أعلى من معدل الطاقة الحركية ربما هذا الجزائي الذي هنا وربما هذا الجزائي أسفل هنا أو أي جزائي بالكاد له أي طاقة حركية وربما هناك الجزائي قد يكون تقريبا ساكن والذي قد يكون كما تعلم جامد في مكان ما لذلك هناك توزيع كامل من الجزائمات ونفس الشيء هذا نظام T2 في المتوسط هذه الجزائيات لها طاقة حركية أقل لكن تعلم قد يكون هناك جزائم واحد هنا له طاقة حركية عالية لكن معظمها في المتوسط إذن إذا رسمت التوزيع لT2 الطاقة الحركية ستكون منخفضة وستبدو كهذا الشيء ولا يمكن العودة إلى الوراء هكذا قد يبدو بهذا الشكل أو قد يبدو بهذا الشكل سأجربه بشكل مختلف سأجعله يسير للأعلى قد يبدو بهذا الشكل صحيح إذن لاحظ هناك بعض الجزائيات في T1 هي أدنى من متوسط الطاقة الحركية للجزائيات T2 وهناك هذه الجزائيات هنا وهناك بعض الجزائيات البطئة هنا ولاحظ هناك بعض الجزائيات في T2 لها طاقة حركية أعلى من المتوسط لT1 إذن هذه الجزائيات هنا وإذن الجزائيات السريعة في T2 وحتى T2 هي أبرد حيث لها طاقة حركية قليلة هناك بعض الجزائيات إذا نظرت إلى الحالة الجزائية التي تتحرك في الأنحاء بسرعة وهناك بعض الجزائيات هنا والتي تتحرك في الأنحاء ببطء إذن ما قاله ماكسويل هو عمليا لم يستخدم كلمة عفريت لكن سنستخدمها هنا لأنها ستجعل الموضوع مثيرا أكثر وسيبقى على مستوى معين ماذا لو كان لدي الجزائي لنسميه عفريت ولديه باب مسحور هنا لنرسمه بشكل متقن أكثر إذن بين هذين النظامين لنفرض أنهما معزولين لنفرض أنهما منفصلين عن بعضهما البعض إذن هذه تي واحد حيث لدي العديد من الجسيمات مع طاقتهم الحركية المختلفة وهنا أيضا تي اثنان وسأجعلهم منفصلين ربما متصلين فقط عند نقطة اتصال هنا تي اثنان هذه الجزائيات لديها طاقة حركية بطيئة وما هي تجربة ماكسويل الفكرية لنفرض أن هناك شخص مسؤول عن الباب هنا ربما الباب هنا ولديه سيطر على الباب هنا وعندما يصير جسيم سريع في تي اثنان واحدة من هذه الجسيمات هنا يصير على مقربة من الباب لنفرض أن هذا الشخص يطير وهذا الشخص هنا سيصير بسرعة كبيرة ولديه طاقة حركية كبيرة ويصير بشكل كامل للباب وهذا العفريت هنا أرى هذا الجزائي يصير نحو الباب سيفتح الباب له وسيسمح له لهذا الجسيم لأن يصل إلى تي واحد إذن بعد أن يرفع الفتحة هذا الجسيم سيصير ويصبح في تي واحد ومن ثم سيقفل الفتحة مرة أخرى لأنه فقط يبحث عن الجسيمات سريعة لتنتقل من تي اثنان إلى تي واحد وعندما يرى الجسيم بطيء يسير إلى هنا واحد من هذه الجسئات سيفتح الباب مرة أخرى وسيسمح له بالمرور وهذا الجسيم سيصل إلى هنا إذن إذا تابعت عمل هذا ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ حسناً في النهاية ستنفصل هذه وقد يأخذ هذا فترة معينة لكن ستعزل كل الجسيمات البطيئة لنرسم هذا سأرسم الفاصل بالبني حتى يكون واضح سنتحدث عن ذلك قليلاً إذن هذا هو العازل هذا هو الباب ماذا سيحدث؟ كل الجسيمات سريعة ستكون هنا موجودة في تي واحد وهناك بعض الجسيمات سريعة في تي واحد وستكون على هذا الجانب من الفاصل وسأرسم للتأكيد من عدم وجود أي ارتباك في هذه الصورة فهي منفصلة عن هذه والآن كل الجسيمات سريعة من تي اثنان ستكون أيضاً عالقة هنا لأنها في النهاية كلها ستقترب من الباب إذا انتظرت لفترة كافية ومن ثم هذا الجزيء هنا أيضاً سيكون له ما هو في الأصل عند تي اثنان من الجدار وإذن سيكون هناك العديد من الجسيمات السريعة ونفس الشيء كل الجسيمات في تي اثنان ستكون موجودة على هذا الجانب من الفاصل إذن هذه الجسيمات ستكون بطيئة وهذا العفريد سيسمح لكل البطيء من تي واحد لا يجود تسميتها تي واحد سأسميها الجانب واحد الجانب واحد الجسيمات هنا هذا الجانب واحد الجسيمات البطيئة للجانب واحد إذن ماذا حدث للتو؟ هذا كان الجسم الساخن وهذا كان الجسم البارد القانون الثاني لديناميكا الحرارية ينص أن الحرارة تنتقل من هنا إلى هنا بحيث تتعادل درجة الحرارة لدرجة معينة إذن الأجسام الساخنة تصبح أبرد والأجسام الباردة يجب أن تصبح أسخن وسيكون لها نفس المتوسط لكن هذا العفريت هنا ماذا فعل؟ جعل الأجسام الساخنة أكثر سخونة أليس كذلك؟ الآن معدل الطاقة الحركية هنا هي أعلى وهو عمليا نقل كل الجسمات ذات الطاقة الحركية العالية لهذا التوزيع والآن هذا التوزيع سيبدو والطريقة لتفكير بهذا إذا انتقلت إذا نقلت كل هذه الجسمات إلى هنا التوزيع سيبدو هكذا لنرى إذا كان بإمكاني رسمها ستبدو هكذا بالنسبة لي تي واحد بدلا من الرسمة الأولى وتي اثنان ستأخذ كل الجسمات الساخنة بعيدا وكل الجسمات الباردة تأخذها بعيدا من تي واحد إذا هذه الجسمات ستختفي لن تكون هنا مرة أخرى وستطيفهم إلى تي اثنان إذا التوزيع بالنسبة لي تي اثنان سيبدو هكذا ومن ثم هذه تي اثنان أخذ كل هذه الجسمات خارج تي اثنان لنمسح هذا هنا هذا كان التوزيع القديم لتي واحد إذا التوزيع لتي اثنان الآن سيبدو هكذا إذا تي اثنان المتوسط الجديد قد يبدو بهذا الشكل إذا هذه هي تي اثنان الجديدة وتي واحد الجديدة ستسير إلى اليمين قليلا المتوسط ستكون للأعلى وسيبدو أن هذا الافريد قد نقض القانون الثاني لديناميكا الحرارية لنضع مربع حول هذا هنا لأن الرسمة هنا تتشابك وهذا المثال يبين أن ساخن يصبح أكثر سخونة والبارد يصبح أكثر برودة إذن تجربة ماكسويل تنص على النقض القانون الثاني لديناميكا الحرارية وهذا كان عمليا لغز للعديد من السنوات حتى في هذا القرن الناس نوعا ما حائرون هناك شيء مقلق حوله أو شيء ليس صحيح وشيء غير صحيح لن أقوم بإثباته لك حسابيا هو نوع من التشبيه مع مثال الثلاجة حيث يوجد شخص هنا يمكن أن يكون أن يكون عفريت ويسحب هذا الباب عندما عندما يكون الوضع ملائم أي عندما تكون الجسامات السريعة تسير من هذا الجانب أو الجسامات البطيئة تسير من هنا إلى هنا وحتى يكون بذلك بشكل صحيح يجب أن يحفظ مصار كل هذه وسيحتاج أن يحفظ مصار هذه الجزئات معني هذه ليست تأكورات أو ذرات يجب عليه هذه جزئات متناهية الصغار ويجب عليه أن يرتد بهذا بعيدا وسأستخدم المجهر لهذا وعليه أن يحفظ مصار ملايين الجسامات هنا ما أعنيه؟ أفكر بهذا يجب أن يكون لديه باب سحري إذا لم يحدث في دماغه يجب أن يكون لديه رقاقة كمبيوتر صلبة لتخزن كل هذه وهذا هو مثل عمل الكمبيوتر وهذا سيكون مثل قوة الكمبيوتر المكثفة حاول أن تشغل الكمبيوتر قليلاً وتحس الرقاقة سيتولد حرارة كبيرة ويقوم بصد أضوء أو أين كان يحاول أن يصد يصد الجزئات المختلفة ليرى كم السرعة التي تسير بها وهذا أيضاً سيولد حرارة وهذا سيجعله يبدل شغل لفعل ذلك وسيجب عليه أن يقيس كل شيء وهناك العديد من المهام التي يجب أن يقوم بها والجواب الحالي وهذا ليس سهل إثباته رياضياً لكن الجواب الحالي هو إذا أردت بناء فريد كهذا ومن المحتمل أن يكون ذلك في عالمنا باستخدام نوع من الكمبيوتر ومع نوع معين من المجسمات لنحاول عمل هذا وهناك أشخاص حاولوا فعل هذا في مستوى معين هذا الكمبيوتر وهذا النظام سيولد 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 انتروبي أكبر من الانتروبي التي فقدت من جعل الجانب من جعل الجانب البارد أكثر برودة وساخن أكثر سخونة إذن عفريت مكسويل ولم أقوم بأي شيء دقيق لم أثبته لك لكن عفريت مكسويل هي تجربة فكرية لأنها تعطيك نوعا من الحدث وتعرفك ما الحالات الجزائية وماذا يحدث على مستوى الجزائي من حيث درجة الحرارة وكيفية جعل الجسم البارد أكثر برودة وساخن أكثر سخونة لكن الجواب هو ليس مفارقة أو أي شيء من هذا القبيل عندما تفكر في المحتوى الحراري لكل النظام يجب أن تشمل بذلك العفريت نفسه وإذا شملته سيولد المزيد من الانتروبي أو المحتوى الحراري في كل مرة يفتح فيها الباب وقد يكون هناك بعض الطاقة اللازمة لفتح الباب نفسه لكن هو يولد انتروبي أكثر عندما يكون بكل هذا ومن الانتروبي المفقود على سبيل المثال واحدة من هذه الجزائمات البطيئة تقوم باجتياز ذلك الجانب من الفاصل أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء